ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير وفي احسن حال. النهاردة جايلكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا رب ينقول اعجبكو. المهم لو لسه اول مرة تشوفيني اخد جولة في القانون ان شاء الله تعجبك. بعمل روتينات حلو ووصفات جميلة. ان شاء الله كده تعجبك يا رب. ولو عجبتك فضلا وليس امرا اعملي يلا اشتراك معنا. والمهم يبقى حبايبي يلا حطوا احلى لايك وكمنت جميل من ايديكم. فعلي الزر الجرس على فيلمت الكل عشان يوصل لك اشعار بالف فيه. المهم ببقى الفترة اللي فاتت انا جالي اسئلة كتيرة 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 تحت الفيديوهات فالمهم قلتلكو على المنتدى حطتلكو كده على المنتدى وقلتلكو لو فيه اي سؤال قلولي عشان عملوكو آآ فيديو سؤال وجواب. فجالي اسئلة كتير وبناء ان انا لسه فتحة آآ قناة جديدة عارفة ان بيخش لي ناس جديدة وتسألني اي اسئلة جديدة وبناء على الاسئلة الجديدة في حاجات تاني آآ انتو بتحيوها تاني كده في حياتي. فاآ وبرضو انا مزد انا الحمدلله عايز اقولوكو سانه ورا سانه بتجمد قلبي في حاجات وخلاص بقى الحمدلله بتقدر ان انت يعني تتعايش بقى مع الموقف آآ اللي هو كل شوية اتسئل الله انت ازاي بتقولي ازاي بتقولي ان انت جاي بقى خمسة كيصاري خمسة اطفال كيصاري وازاي انت معاك تلاتة بس قدامنا وهم اللي بيستوروا معاك والكلام ده كله فكل الاسئلة ديت انا هقولها لكم هرد عليها النهاردة ومزد علينا من اسئلتكم انتو ناس جديدة في حياتي فبتحبوا ان انت وتعرفوا آآ طبعا الظاهر قدامكم وده اللي انا بحبه فيكو اللي محبه فيكو انه ايه ما بتدخلوش في حاجات تانية انا بحب كده يعني ايه آآ مسلا جوزي بيزهر قدامكم طب جوزك شغال ايه او من حقك طالما جوزي يتلع معايا في القنون آآ مسلا وفاق عندي كم سنة آآ معاكي كم طفل الله انت بيتقولي معاكي خمسة وانت زاي تلاتة بس معاكي كده لكن لما تخشوا بقى في حاجات تانية دي اللي تدايق بس الحمدلله الناس اللي معايا اللي هو طبعا حضراتكم ناس محترمة جدا وعلى دماغي من فوق وربنا محرميش منكو ابدا طالي رغي بقى بتشوفك كده عشان بتصدعين بس بقى تبري الفيديو ده عشان فيه كمان موضوع هنتكلم فيه آآ متابعة معايا قالتلي على حاجة هنتكلم فيها ان شاء الله هتخصينا كلنا كلنا بالذات اللي معاهم سوبيون تمام آآ آآ فا يلا كده مج نس كفحل ومحترم او فنجال كهو زي البيت وفاق اللي بتحبه آآ اللي بتجي كده باول سؤال استنوا بس كده هشوفلكم بص بصوا لأسئلة بصوا لأسئلة بقى اي واي 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 انا هبتجي يعني هبتجي باخر سؤال مش باول سؤال هقول لكم ليه عشان ده موبايل هنا فانا مش هفضل اجيب ايه المهم آآ مطابعة لي يا حبيبتي بتقول لي آآ انا بحبك وبحب طاقتك الايجابية ومزحك يعني مزحي مزحك اللي هو دي حكي يعني عسى لله مباد بس دايما نفسي اقول لك حاولي تعرضي تعرضي حواجبك شوية انت طيبة والحواجب الضعيفة بتأتي احساس انك عصبية لو كلامي عايزة عليك ام صحيه لأ كلامك مش عايزة علي ايها بتقول لي نبك وايسة يعني وعجبها قناتي والكلام ده كله بس انت آآ اعرضي حواجبك شوية عشان الحاجب الرفيعة بتبين للي قدامي ان انا عصبية وانا لو بان عليها ان انا عصبية ده ما يعبنيش في حاجة برضو عادي بصتي انا عصبية انا هادية عادي بتبقى طبيعة يا جماعة بتبقى طبيعة البني ادم بس بقى عايزة اقول لك على خيال آآ موضوع حواجب ده بصوا بقى النهاردة انا طلعلك اهو من غير من غير ما اعمل فيهم حاجة خالص تمام قلت ولا هتقيلهم شوية ولا اي حاجة انا ما بعرضش حواجبك ومش بارسمهم الرسم اللي انتو عارفينه الكلام ده عشان عشان انا عارفة انه حرام طب بتعمل يا وفاق بحاول ان انا اسناء التصوير هتقيلهم شوية ليه بقى عشان انا قبل كده في واحدة آآ مش محترمة مش يعني هي ما قالت ليش السؤال باحترام زي المتابعة المحترمة ديك كده اني عايزة تفهم يعني ليه وفاق ما تعرضيهمش شوية او كده لا دي قالت لي اين اللي هي مش محترمة قالت لي ايه قالت لي آآ بقولك ما تعدلي حواجبك شوية اللي انت مرفعهم لنا دول على طول ايه اللي تقدب طبعا ايه اللي تقدب واصحب حاجة بقى لما تحكمي على البني ادم ممكن مسلا آآ عنده تعب آآ اممكن في حاجة ممكن عنده حالة نفسية آآ اممكن فيه اي حاجة ممكن تتحسب عليها وحط لي عموشن ضحك ضحكوا ايه اللي تقدب تمام؟ فمن ساعتها وانا بحاول اتقلهم شوية عشان ما حدش يخش تاني آآ يبطري او الا كده طبعا انا انا الطريقة ما بتهمنيش بس عشان ما يفضلش باي جيلي عسئلة على الكلام ده النهاردة بقى المطابعة المحترمة دي هتكلمتني بكل احترام بالطريقة دي تقلت لي يا وفاق حاول اتعرضي حاجبك شوية علشان الحاجب الرفايع بباين ان انت عصبية عادي طب ما تباين ان انا عصبية وانت مين قالك ان انا هدية تسان انا عباحس ان انا اكتر واحدة عص في الدنيا دي يعني غير جيش ضحكي وهزاري بس انا عصبيتي وحشة جدا بس عايز اقولك على حاجة انا في الطبيعي بص النهاردة وانا اتلعلكو هو ده الطبيعية بتاع حواجب يا جماعة لو طلعت كده هيقولك بص عامل حواجبها ازاي وده الطبيعي بتاعي اكسم باللم عاملاهم ولا باجي جنبيهم تمام لو اني انا المفروض ما اتكلمش في كده لاني معانا رجالة يعني في رجالة بتشوف الكلام ده بس عادي بنتكلم برضو في حدود القدر انا ما بعملش حواجب خالص تمام خالص ما ما باجيش جنبهم نهائي من سنين من ساعة مبني التوفى من ساعة مبني التوفى شعري بقى يقع وحواجب بقيت تقع فكوني اني دا يدحكك انت حر ما يدحكيش يبقى انت في انت بنادمة دي كانت حالة نفسية عندي انا حواجب في الطبيعي اصلا كانت رفيعة مش هقولك لا الناس اللي تعرفني عن قرب لما بني توفى مني كان عندي حالة نفسية وحشة لدرجة كنت بقص شعري بأيدي مش عايزة شعري خالص شعري كان طول كنت بقصه خلته كده ما بقاش فيه شعر كانت حالة نفسية عندي غصب عني وبعد كده لقيت حالة بي كمان بتقع من ساعتها وبس وقفت على الكلام ده شعري بقى هدي وخلاص يعني بقيت تقع زيها زي شعر راسي بس تمام انا حبيت ان انا اقول لك لكن انا ولا بتخنهم ولا برفحهم هو ده الطبيب بتاعهم بس انا رديت على سؤالك وطبعا انت على راسي من فوق ولا بتكلم بتكلم على مطابعة تانية ده كلام ده كان من بدري ده خلت نية التارية لكن طبعا الناس ده تتكلم بطريقة محترفة مضيعت على الرأس من فوق. اه نيجي بقى لسؤال تاني. تمام? اه في مطابعة زي العسل بتقول لي هي شقةك ايجار ولا تمليك? طبعا انا اقول لي يا فعل الكلام ده كله ده انت جاوبت عليه قبل كنت. بص يا جماعة خلاص انا قفلت القناة القديمة والناس اللي معي من بدل عارفة الكلام ده عندي لكن انا ادخل لي ناس جديدة من حق ان هي تسأل ومن حق ان انا اطلع جوابها. الشقة دي هتا يا جماعة جار مفتوح. وانا سكنة في اخر دور. تمام? الشقة دي جار مفتوح. مش م ده. وانا سكنة في اخر دور. اه وناس قالت لي يا وفاء اه ما تفتحي اللي انت عايزة تعملها اش هنقول تلك قبل كده انا عايزة ان انا لو لو انا حب ان انا هعط فيها على طول البلكونة ديت عايزة افتحها ملها الامونتين. والله مصالع النبي يا رب اه شوية حاجات عايزة اوضبها فيها لو انا حب ان انا هعط فيها. لكن انا عمل اقول ان شاء الله على يعني على المدى البعيد انا مش هعط فيها. مش عادرين ان نعط فيها بسبب الحر بسبب اخر دور. مع الوقت ممناش حبي ان نعط فيها. لو اني انا بحب الشقة نفسها. لكن انا ما بقتش حبة لا البيت ولا الشارع. تمام? عايزة غير المكان خالص. بس شاءتي ايجار ايجار ولا تمليك? لا مش تمليك. شاءتي ايجار. ايجار مفتوح مش مدة. نيجي لسؤال تاني. تمام? تمام. بتقول لي اتحمليني يا ففة. انت قلتي خمسة قيصاري. وانت معاكي تلاتة بس. يعني ايه عايزة تفهم فيه ايه? اه والفيديو اللي انا اتكلمتي فيه عن كده ساعت المطابعة اللي عليتلي فيها ايه? لما تحملي تاني ومش عارف ان لك اتكلمتوك عنها وقلت لها لأ انا اعملها للمرة السادسة دي لا لا يمكن. فطبعا الناس كتير عايزة تفهم تقول لي الله انت معاكي تلاتة ما انت بتقول لي فتحة خمسة قيصاري لي عشان انا توفى مني اه بنت وتوفى مني ولد. تمام? انا متوفي مني اتنين. بنت وولد. فلا يمكن ان انا يعني ربنا يسمحني في الكلمة ديشان بردك بيقوله حرام ما اقدرش ان انا اجيب تاني. انا ما اقدرش ان انا اجيب تاني. ما اقدرش. يعني موت. خمسة قيصاري كده حلوة قوي 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 الحمد لله. اه اتوفى مني اتنين ومعايا تلاتة احمدك واشكورك يا رب. فكده نعمة او من عند ربي. اه تحت الكومنت دوت فيه متابعة دخلت قالت لها شكلها عيالها اتوفوا منها. اه فعلا عندك حق. لما دخلت قلت لها ايو فعلا عندك حق. لقيتها. قالت لي حقك علي انا اسفة. ولقيتها شالت الكومنت بتاعها. لا انت ما عبتيش فيا هو ده اللي حصل فعلا ايوة انا عيالي توفوا مني. اه عتخش بقى تقولولي يا وفاق عيالك كان فيهم ايه عشان يتوفوا انا بنتي بنتي ما ععدتش ثمانت ايام وتوفت. تمام? نزلت ناقصة سبع شهور ويام. فما ععدتش ثمانت ايام في الحضانة وتوفت. لكن اللي قاعد معي فترة سنة وسبع شهور زين. زين قاعد معي سنة وسبع شهور. اه وعمليات عمليات لان كان عنده استثقاء على المخ. فا وبرضو محصلش نصيب. مهما عملت معي مفيش فايدة. والحمد لله على كل خالة. نيجي بقى لسؤال تاني. اه ازايك يا وفاق? ازايك يا وفاق يا جميلة? ولادك ادي ايه? معي زياد عنده اربعتاشر سنة. ربنا يخلهولي يا رب. وعندي هنا. عندها اتناشر سنة. وكندا الاردة بتاعكم دي. اللي انتو بتحبوها. عندها تلات سنين. عمال اقول لها تعالي سالمة على المتابعين مش راضية. اه معي تلاتة. ربنا يخليهم يا رب. الحمد لله على كل حال. بنيجي لسؤال تاني. انت معاكي شهادة ايه? لا انا مش بكملها تعليمي ودي كانت غلطة مني عشان لو فيه مانوتات بتسمعني ما تفتكرش ان انا بشجحها لكده بالعكس. انا بحاول اخلي عيالي احسن مني. اه انا طلع بنقول عدادي. ما كملتش تعليمي. اه طب يوفق بتعرفي تقري وتكتبي. الحمد لله كله تمام. لكن معي الشهادة. وده طبعا عيب كبير. اه ليه عملت كده? كان غباء مني. قبل كده اقولت لكم الكلام ده ونات مانا. انا كنت الاول. اه طيشة ومش فاهمة وكنت بقول عادي. اه كنت اسمع ابويا بقى يقولك ايه? البنات مصرها لبيتها. البنات بقى لبيتها جزها مش مهمة تتعلم مش عارفة. لكن بقى مانا اللي كانت عايزنا نتعلم امنا. اه فاسمعت كلمة ابويا وحطتها في دماغي وكبرت دماغي من ناحية التعليم. رغم اني انا كنت يعني لو قمت مسكت لك ورقة وقلم ومسكت الشقة دي بصت عليها بصة كده ارسمها لك. انت بعشاء الرسم جدا جدا جدا. اه لو حطيت بنوطة قدامي ولا اي حد احاول اجيب ملامحة وارسمها وكنت ان انا اه بعشاء الرسم بطريقة مش طبيعية. اه ايه المهم? انا فشلت يعني انا فشلت. اه ده مش حلو. وطبعا بشجع كل البنات انك لازم ان تتعلمي لازم ان شهادتك ديك سلاحك. واحنا في زمن ما يعلم بيه الله ربك. اللي هيقولك بقى ده بصي لا الشهادة بتتحطي جنبك ما بتلاقيش شغلانة مش عارف اسمك متعلمة. اسمك معاك شهادة. اه ومن نسبة الكلام ده فيه حد دخل اللي قال لي وفق شكلك معاك شهادة عالية جدا. اه عندك لباكة في الكلام واحترامك وطريقتك تقوله ان انت متعلمة. لا انا مش مكملها تعليمي. مكذبش عليكم. مش كل اللي مش مكمل تعليمه يبقى جاهل حتى في اسلوبه في الكلام يا جميع. يبقى جاهل في فهمه. في تفكيره. في طريقته معياله. اه في طريقتي مع اللي حواليه. في لأ لأ طبعا. مش مش وغدها كده. عايز اقولكم ان انا قاملت ناس بس اه عشرة ناس متعلمين. مش كله طبعا في ناس متعلمين طبعا كتير على الراسه. اكيد منه من ناس كتير منكم. والله هيتشوفهم تقوليه اصلا ما يعرفوش حاجة عن المدارس. ما دخلوه هيش. اه فالادب اه والاحترام فضلوا عن العلم. يعني قبل العلم. لكن اه اه ان انا معيش شهادة كبيرة. لأ انا دخلت تقول عدادي وخلاص قررت ان انا اه ما بذكارش. اه افضل اقلب الورقة وافضل ارسم اسناء الامتحان. اه خلاص. ما نفعتش بسبب كده. فالحمد لله. قررت والله قبل كده من فترة ان انا كمل تعليمي وانا في البيت. بس بقى ايه مع الخلفة والولادة مش عارف ايه? رجعت تاني في الموضوع. بس طبعا بندم اه طبعا بندم. اه نيجي له سؤال تاني. يا وفاق اه زوجك شغال ايه? جوزي موظف. بص بقى لما انا قلت قبل كده جوزي موظف. دخلي الناس كتير تقول لي موظف فين? وفين بالزبط? وفين مش عارف ايه? لأ انت ليك تقول لي جوزك شغال ايه? اقول لك كزا ولا فين? ولا المكان? ولا في انا حتة? ولا كده. ما تزعلوش من طريقة. انا دغري معاكم. لكن شغال ايه? عادي ما اقول لك شغال موظف. اه انتو قرايب? لأ احنا مش قرايب. بس كل اللي يشوفنا يقول لنا وفاقنا بحس ان انتو اللي اتنين قرايب. اه ولا وربنا يوفقك. اه بس. قالت لي انت قرايب? وطلع لأ احنا مش قرايب. احنا مش قرايب يعني. طيب. نيجي اقول له سؤال تاني. هي هنا في سنة كام? وامتى لبسة الحجاب? اصلي بنتي دخلة سنة ستة ومش عارفة تلبس امتى? اه تلبس امتى يعني الحجاب? هي بس لسه متعرفش قيمة الحجاب. عايز اقول لك على حاجة. اه لازمة تكلميها عن الحجاب كتير عشان تعرف امتى ولازمة تفاهميها. انت اللي لازمة تفاهميها. ان يوم ما تلبس الحجاب لا يمكن ان انت تتعلق لها تاني. مش لعبة ولا غصغور. وتلبس الحجاب صح. مش تلبس الحجاب في لص شعرها زي ما بتشوفي كده البنات لأ لازمة كده. انت فاهماني? مفيش حتة من شعرها تبين. هو ده الحجاب. هو ده اللي احنا نعرفه الحجاب. لكن اللي طالع مودة بقى تبين لي حتة من رقبتها. حتة من ودنها يا اختي. حتة من سرسورة من ودنها. لا ما عندنوش الكلام منها. ولا وفاة لفوق جيلك. فلا بص بقى انا عاوز بلا متلمت انا كان في دماغي اني بنتي اه هعمل لها زي. اللي هو ايه? اه امي علمتنا ان احنا دخلين الاعداد لنلبس الحجاب. كلنا كده. انا احنا تلت بنات. كلنا كده. لقيت لكم هانا جاية في يوم. هي في سنة خمسة. كانت في سنة خمسة. لقيتها بتقول لي ماما انا قررت البس الحجاب. بقولها انت بتتكلم بجد. ماما طنشتها مرة والتانية لقيتها عمالة زن. قلت لها يا انا لو لبست الحجاب انا مش هلعبولك تاني. معنديش زرف كده. ما حبيش انا مش زي الامهات اللي ماما قلبس النهار ده الحجاب اقلعه بكرة الكلام الفارغ ده. انا جد. انا ضغري في كده. ما بحبش الكلام ده. وطبعا انا معلم عيالي يصلوا من امتى? لازم انت تعليم عيالك يعني من سنة تانية ابتداء عيالي بيصلوا الحمد لله. اه كانوا ساعات بيقطعوا. مش مش بيقطعوا خالص. يعني ساعات مسلا يسيبوا الظهر يصلوا العصر. اه يصلوا العصر يسيبوا المغرب لحد ما يلتزموا. انا وباباهم معهم في الكلام ده. علموا عيالكم انهم يصلوا الاول عشان ولا يجذبوا. ويخافوا من ربنا. اه حاج كتير قوي. لما تعلمي عيالك انهم يصلوا هيبقوا هيختشوا كده بالبنى دي كده بتاعنا هيختشوا انهم يعملوا حاجة كتير قوي. هيبقوا خايفين من ربنا. اه احنا بنركع علك وبنصلي لك. ازاي نعمل كزا? ازاي نعمل كزا? كلمون كتير عن ربنا. وعن ازاي انهم يبقوا صح. وما يعملوش اي حاجة غلط. كدب لا مفيش كدب. يعني انا عيالي لما كان حدي فيهم يخاف من حاجة ويجذب احلف له. اقول له طالما حلفت لك بالله. يبقى انا مش هنز للحلفان ده. عملت كزا? يقول لي اه يا مامو عملت كزا. اقول له خلاص انا مسامحيك. يعني طالما العيل مكدبش لو حتى عمل ايه سامحيه وفهميه غلطه. لكن لو كده بليع كو كبير. تمام? انا معلمي عيالي كده. والصلاة. الصلاة اهم حاجة في الدنيا. ان انت تعلمي عيالك الصلاة. وسلميهم كده ربنا بقى. يعني علميهم الصلاة وسلميهم بقى ربنا هو يحفظهم لك. وعلى طول يقول لي يا رب يحفظهم لي. يا ربي ربهم لي. اخلمكم جد الصلاة. اقول لكم مش مش انا يعني اه شطرة كده وفي كل حاجة بس على قد ما بعرف بعلم عيالي. وطبعا جوزي معي في الكلام ده. انا لوحدها قررت تلبس الحجاب وهي في سنة خمسة. تمام? ولبسته. يعني والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ما فيش الكلام ده نية تقلعه. اه ما فيش نية تقلعه تاني. وانا في ادمخها بالعكس ده. اه ورصعت كمان من لبسها زي. عكيد شوفتها هي معي في الجنينة. هي بقى تلبس بلوزات اه واسعة. وطويلة. وبقت تعرف ايه صح. وايه ايه اللي مش حرام. وايه اللي حرام. وتعمل الصح وتمشي عليه. اه وبدأت تعمل زي. يعني انتي خليكي المسأل الاعلى بتاعهم يعني خليكي اه البس الحجاب صح. اه خلي لبسك في منطقة الاحترام. هتلاقي بنتك تلعه بيتقلدك. ما فيش بنت بتطلع تبص البرا. لا بتبص اللي في الشقة الاول اللي يوم معها. وتتعلم منها. انا كلامي بسيط جدا بس بحاول اوصل لكم معلومة. يعني مش اكثر. اه اه انا عندها اتناشر سنة. تمام? ولبسة الحجاب من سنة خمسة. وتعلميها اول ما تلبس الحجاب شعرها ما يبانش نهائي عشان تتعود على كده. لكن لو علمتيها هتبين قصة والاملة بصة يا اختي بتعرف ان هي هتفضل كده على طول. خلاص كده? خلاص كده. تعالوا نشوف سؤال تاني. اه ده بعمل سؤيل. هي بتقول لي يا ريتك يا ففة تتكلمي عن عن ازاي اهتم بنفسي في بيتي واللبس المناسب قدام ولادنا السبيان. لو هم اكبر عشان بتحرج من ابني. مين سامعك يا اختي? خلاص? تعالوا بقى نتكلم في الموضوع ده. هتعملي ايه يا ستة الكلة? هتعملي زي ما وفق عملت. انا اه ابني يعني مجرد ما خلاص ما لقيته في سنة ربعة. حسيت ان هو قدامي ما شاء الله بيكبر قدامي. انا بقيت اتكسب في البيت تلبس حاجات كتير. بتكسب في البيت حاجات كتير تبان اه من جسمي كده كده. لا ما تلبسيش حاجات بتبين تفاصيل جسمك. يعني بس بجامتك العادية خلص عشان برضك جوزك ما يزهقش لان هو ده حلالك. وابنك مش حرام ان انت تظهري عليه ببجامع عادي آآ مدارية آآ جسمك. اكيد انت فهماني قصدي ايه? آآ تبقي متماكيجة مكيججة خفيف. بصراحة شعرك حلو. عشان جوزك برضك. ده ليحو عليكي. مش لازم ان يخش يلاقيكي جيتة يا البومك كده. عدلهم في البيت يا وانا يا بات. فتكوني كده برضكس انت ايه حلوة. وفي نفس الوقت انت ايه? آآ لا تحاولي ان انت تحرجي ابنك ولا تتحرجي منه. وفي نفس الوقت انت بترضي جوزك. آآ طب يا وفاق لا جوزي عايز نالبس كزا كزا. لا احطي مكيج مش عارف ايه. لا ليكي او ده انت جوزك. تمام? عشان انا بس انا باتحرج اتكلم في الكلام ده. آآ بس طالما تسألت فيها حاول اوصل لك المعلومة على قد المقدرة عشان انا باتحرج من المواضيع دي عشان انا كان فيه رجالة معنا هم. آآ ابني لما يكبر فيه قوضة يلبس فيها اللي انا عايزيه. تمام? برا القوضة امه تبقى قاعدة بمنتهى الاحترام عشان هو يحترمني. تمام? لكن لما كون انا قاعدة قدام ابني لمواخزة يعني بقاميس بحاجة آآ مبينة آآ تفاصيلي الكلام ده كله آآ انا حس النفس اني انا مش بيحترم نفسي. وابني هيبقى مش محترمني. هتقولي لا يا وفاق ده ابنك ده مش عارفي. آآ ابني بس في حاجات لي حضود وفي حاجات فيها اني اكون محترمة قدام ولما يلاقيني انا كده محترمي هو ازيد عنده احترام اكتر. وكمان انا اما يكون معي بنت زي انا آآ بتكبر جنبي آآ آآ لازم انت تشوفني انا بعمل ايه قدام اخوه عشان من هنا هي كمان تبقى عاملة ازاي. ما تلبس مثلا حاجة عريانة تقعد بحاجة عادية قدام اخوها لا مش عارفيه لا ما عفيش الكلام ده. لأ البس اللي نرسك فيه بس جسمك ده يكون ملموم ويكون الحاجة كده محترمة عليك. في حاجات شك جدا نزلة طب اه تخليكي مش لازمة تبيني تفاصيل جسمك وشكلها حلو عليك منطع الاحترام. اه جوزي بقى عايز نلبس مش عارف ايه لا فيه اوضة بينك وبين جوزك وبعد ما تخرجي من الاوضة دي تبقى في منطع الاحترام وبدأ معيالك. ده يبقى بينك وبين زوجك بس. تمام? يا رب اكون وصلت المعلومة على قد مادر عارفة ان انا وجعت ادمخكم بس هي دي الاسئلة بتاعكم. آآ آآ فيه على على الخاص عندي. آآ فيه متابعة ما بتتكلميش غير على الخاص بس. طولي اوزرين يا انا وفاق حقيق علشان معاكي ناس كتير تبعي. آآ آآ انا اول ما دخلت دخلت على اخر فيديو كان على القناة القديمة وملحيتش ان انا اقعد معاكي فترة. ولما دخلتلك على القناة الجديدة انا حسيت ان انت معاكي اطفال غير اللي معاكي. ولا تزعل مني ان انا بقولك كده. لأ انا مزعلانة منك ومفيش اصلا الكلام ده يعني مش عارفة ليه التعبير ده. لا معايش اطفال تاني ولا انا التلاتة اللي معايا هم اللي بتطلحهم يا جماعة ربنا يا خليهم زياد. وهنا وكندا. كندة صاحبتكو حبيبتكو. لكن التانيين دول توفوا مني من سنين. تمام? واللي بيقضي يقولي فيه فرق بين كندة وهنا كبير. ليه كده يا وفاق؟ ده ارادة ربنا. بين هنا وكندا كان فيه ولد وكان فيه بنت. يعني قبل كندة كان فيه اتنين توفوا. يعني قبل ما تيجي كندة كان فيه اتنين تاني توفوا. فطبعا كم بقى فيه يعني فيه فرق في السن كبير بين هنا وكندا في السن كبير. بس. وقلت لكم موضوع حواجبي وانا اطلع لكم اهو. ده الطبيعي بتاع حواجبي يا جماعة. اكسم بلا انا اصلا ما بجيش جميكم. تمام? اه خلاص? اهو. لعبت لكم حواجبي. اقول لكم بقى مع الف سلامة. بصوا تقول لي يا جماعة دولي انا مش عارف اشتغل اليمندل في الشقة. والله العظيم ما عارف اشتغل في الشقة. صعب صعب. كلمة سونة شوية. والله شقيت بص من دربكة اساسا. نفسي امسك القودة اللي جوه دي انا عشان بص اسجل لكم انا مشغلت تكييف. عشان اقدر اتنفس شوية. ما فيش كل ساعتين. اه ما فيش ساعتين كمان يعني. يعني لما نقعد ساعتين نقول كده الكهرباء الحمد لله. تلاقي الكهرباء قطعت. فاحنا يعني انا بصور لكم بالعافية اول يوم من دول. فاربنا يلطف يا رب. اه حد من كم بردك سألني وفاة انت طلع مصيف. اه ان شاء الله طلع مصيف. اه بصوا يا جماعة واحدة كتبت لي وفاة انت هتطلع مصيف في كزا في شرمي الشيخ مش عارفة ايه ده اه الغرداء. الموم كتبت لي حتة كده بسم الله ما شاء الله يعني. فلا انا مش طلع على الاماكن دي. اه وقالت لعشان هتبقى المشاهدة حلوة قوي 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 وفاة. بصي عايز اقول لك على حاجة سبيعها على الله. موضوع المشاهدة ده انا جربته. والله العظيم يا جماعة فيه ناس طلع شواءهم اقل مننا. يعني مستوى بتاع الشواء بتاعتهم اقل مننا. اكسوا بلا مشاهديتهم بسم الله ما شاء الله. وربنا يزدهم يا رب مش اننا انا عيني عليهم. موضوع المشاهدة ده اسمه ونصيب. انا اقتنعت بكده. اه لكن عشان اروح مكان مش عارفة يشان. لا لا انا مش شايفة كده خالص. اه ممكن او بحاول اغير لكم في الفيديوات وكل حاجة بس انا بتعامل اللي على قد ظروفي اللي انا قادر عليه. انا مش طلع على الاماكن ديات خالص. انا طلع في مكان كده على الدنا. تمام? انا كل مرة كنت بطلع معاكم فين جمسة. بطلع معاكم جمسة. اه لكن المرة دي هنغير. بس يعني ايه خممه. ماشي عشان هو يعني يعتبر قريب من جمسة برضو. المهم بقى يا رب الفيديو كن حاجبك طبعا مستنير لك وكومنت بتاعيك وقالك مع الفي السلامة واستنظر ان شاء الله من این ويديو كن ديات. مستلیم.